دكتور اسامة الغزالي حرب ليه وزير التعليم ان ده التعليم اللي انت حتاك بتقوله ده حاجة انت في برج عاجي ملوش اي علاقة باللي بيحصل تحت احنا سعدتك تحت يا دكتور شاوي احنا تحت على فكرة يعني فده بقالات دكتور اسامة والمطلوب ايه يا دكتور اسامة بعد اسمنا هزي الشهادة اله الحقيقية والواقعية مطلوب ان احنا ناخد موضوع التعليم بمنتهى الجدية ان احنا نقدم تعليم حقيقي يا دكتور شاوي انا احترمك وكل حاجة بس انت لا تتحدث عن التعليم في مصر المعرفة دي على عيننا ورصنا انما التعليم يعني التابلت وكل اللي اتصار في المليارات دي طب كلمية عن التابلت واشا هو التابلت حلتك وما سلمونا التابلت واحنا ماضينا على ورقة اللي هو استلم ان احنا استلمنا التابلت بألف وسبعمائة جنيه سوري أربعة تلاف وسبعمائة ودفعنا خمسمائة مصريف ومية وخمسة في البسطة عشان نستلم التابلت التابلت دو ديبقى عليه الكتب بتاعة المدرسة هي دلوقتي بتاخد خمس دروس كل درس بكتاب خارجي ليش ضعب التابلت ليش ضعب التابلت وبرضه ليفقول أعدادي كل درس بكتاب خارجي طب التابلت عايز انترنت عايز انترنت قالوا ان الانترنت محروق في المدرسة يعني الانترنت محروق في المدرسة وده أظن إجابة وافية شافية نهائية على حال التعليم في مصر ها هو الإنذار وقد أنزر من دكتور أسامة الجزالي حرب وقدمه يعني بوضوح مع يعني وثيقة إنسانية كاملة المستندات شكركم وألتقي بكم لسبوع القادم بإذن الله أما الغد فموعدكم مع نجمي الإعلام الأستاذة كريمة عوض الأستاذ خيري رمضان ألتقي بكم لسبوع القادم بإذن الله وأشكرك جدا دكتور أسامة مجددا أستاذنا مفكرنا الكبير السلام عليكم السلام عليكم